أستاذ سلمة من المعلوم أن هناك تدخلات سياسية خصوصاً في الملف الحقوق أي أن كان حجمه وأي أن كان شكله يعني بيكون فيه تدخل من دولة ما للضغط على السيسي لصفقة ما يعني كلها لعبة سياسية انت شايف الصمت أيضاً في ملف الدكتور محمد مرسى على المستوى الدولي أيضاً كان في يد سياسية لإسكات الحديث عنه نعم بسم الله الرحمن الرحيم متفق معها يعني أيضاً أنا متفق تماماً مع كل حاجة أستاذ هي بقالتها لأنه اللعبة السياسية هي اللي بتتحكم في الحقوق والحريات فلو جينا أن احنا نشوف أنه يعني في المستقبل تم تغيير السياسة لأجل مصالح ما لأنه هو السيسي هيتخذ ويتفتح الملف ويتم إحالته للمحكمة الجنائية الدولية والحكم عليه وهكذا حتى يظهر وجه جديد ويتم محاكمة كل اللي ارتكبوا ما تم في الحقبة السابقة أو الحقبة بتاعت السيسي وهكذا يعني هكذا هي السياسة دايماً نعم وشفنا كده في أكتر من مرة طبعاً الإدانات سواء قلنا الأمم المتحدة والقرارات التي صدرت منها أو الإدانات من الاتحاد الأوروبي أو غيرها يعني أن التدخلات السياسية طالت أيضاً ملف الدكتور محمد مصر منذ بدايته إلى نهايته منذ حكمه منذ البداية يعني هو لم يمكن بسبب المصالح السياسية وحتى عندما تعرض للقتل وعندما تعرض لكافة الانتهاكات كنا نرى أن المجتمع الدولي يذهب في زيارة قمة شرم الشيخ كلهم يجتمعون بينما أول رئيس ديمقراطي منتخب موجود محتجز بالسجن ولم يفكر أحد في زيارته وعندما حاول أيضاً فريق البرلمانين البريطانيين محاولة زيارته أو تشكيل لجنة تقصي حقائق تم رفض هذا الطلب ولم يعني لم يقم المجتمع الدولي ولا الإعلام الغربي ولا الأجنبي بعمل أي شيء بخصوصه وكأنه أمر متفق عليه هذا الشخص هو يشكل خطراً للمصالح السياسية أو يشكل ضرراً لمصالحنا السياسية مع مصر وبالتالي نحن في المرحلة الحالية نحن بحاجة إلى الاتفاق مع السيسي وهكذا ينسى إلى أن يتم قتله